التغلغل الإيراني في الدول الأوروبية وابتكار استراتيجيات جديدة لمد أذرعها الإرهابية يأخذ أشكال مختلفة وإن باتت مكشوفة معلومات حصرية حصلت عليها الحدث من وحدة دراسات الجماعات المتطرفة في مركز جونيف للدراسات والأبحاث قالت إن استراتيجية إيران تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية يبدو أخطرها الرصد والمتابعة والسيطرة حيث تقوم بإنشاء مراكز دينية وجماعات سرية مهمتها رصد الجاليات المرتبطة بها ثم السيطرة على الأشخاص حتى وإن اقتضى الأمر بالترهيب أو حتى التهديد بالقتل لإجبارهم على الانصياع لمطالب طهران من بين المراكز المشتبه بها المركز الإسلامي في هامبورغ الذي يمتلك نفوذاً واسعاً على الجاليات الشيعية وإن اختلفت جنسياتها ويسخرها لصالح الأجندة الإيرانية كما يقول تقرير هيئة حماية الدستور بعنوان الاستخبارات الداخلية الألمانية المركز على اتصال مباشر بمكتب خامناء ويوفر كافة أشكال الدعم لحزب الله اللبناني وفقاً لخبير السياسة المحلية للديمقراطيين الألمان دونيس غلادييتر هذه الانتهاكات شكلت شرارة التحرك الرسمي والحزبي في هامبورغ لحظر ذراع إيران الرئيسية في ألمانيا لسيما بعد تصنيف ميليشي حزب الله مؤخراً منظمة إرهابية ومن هامبورغ إلى بريمن في شمال ألمانيا حيث أحد المراكز الاجتماعية المتورط في تمويل ميليشي حزب الله اللبناني وهو مركز المصطفى وبحسب تقرير استخباراتي فقد تبين أن هذا المركز الذي يعمل تحت غطاء اجتماعي يجمع الأموال ويحولها إلى حزب الله في لبنان قنوات الجمعيات الثقافية والدينية الإيرانية لا تعمل منفردة فلإيران تاريخ من التعاون الوثيق بين استخباراتها وبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا الذي تنكشف بعض تفاصيله بين الفينة والأخرى عند اعتقال دبلوماسيين أو غيره